في رأس الخيمة اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي وليعاهد رأس الخيمة خلال استقباله وفدا من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتقدم في خطة العمل الوطنية ومشروع الرخصة الموحدة والذي يسهم في تعزيز متطلبات الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي والجاذبية الاستثمارية للإمارة وأشاد سمو وليعاهد رأس الخيمة خلال اللقاء بالجهود المبذولة والتقدم في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية بما يعزز من سمعة الدولة والتزامها في تحقيق المتطلبات الدولية